بحفظ الله ورعايته عدا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البياد المفدى إلى أرض الوطن هذا اليوم بعد أن قام بزيارة رسمية لكل من ماليزيا وبروناي دار السلام تلبية لدعوة تلقاها جلالته من صاحب الجلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا الشقيقة وصاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام الشقيقة عقبتها زيارة لمملكة تايلند الصديقة حيث أجرى جلالة الملك المفدى خلال هذه الزيارات مباحثات تناولت سبلة تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية الوثيقة وتطوير التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسافير ماليزيا لدى المملكة والقائم بأعمال سفرة بروناي دار السلام والقائم بأعمال سفرة مملكة تايلند لدى المملكة وكان جلالة الملك المفدى قد غادر مملكة تايلند في وقت سابق حيث كان في مقدمة مودعي جلالته سعادة السيد كرانثادا كرانسوتا مستشار جلالة ملك تايلند والسيدة أبيرادي تانترابورن وزيرة التجارة وسعادة السفير عادل ساتر سفير مملكة البحرين لدى تايلند هذا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى برسالة خطية إلى معالي الجنرال برايوتشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلند الصديقة عرب فيها جلالته عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مشيدا جلالته بالمباحثات التي أجراها مع معاليه والتي ستصهم في تعزيز العلاقات بين البلدين متمنيا لرئيس وزراء مملكة تايلند موفور الصحة والسعادة والمملكة تايلند وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار رافقت صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال اشتركوا في القناة